مرحبا أعزائي متابعي قناة بلينبعين عربية شرح اليوم عن ألبوم الصور وتحديدا عن واحدة من المزايا الجديدة اللي وصلت في ألبوم الصور حبيت أشرح لكم إياها لكن قبلها طلب أن تشاركم بالقناة وفعلون جرس لايك في الفيديو في البداية ألبوم الصور بعد التحديث الأخير AOS 801 اضاف مزايا جديدة بالألبوم كثير ما يعرفوها فحبيت أنه أشرح لكم إياها حتى نشاهد المزايا الجديدة رح ندخل على الصور تشاهد طبعا الصور اللي موجودة وإذا نزلت بالأسفل رح تلقي خيارات كلش كثيرة مثلا هنا رحلات الرحلات حتى الرحلات موجودة عندك الصور المميزة اللي أنت ما أخذها وعندك أنواع الوسائط الفيديوهات وصور سيلفي وصور حية وبرتري وأخرى إذا دخلت رح تشاهد مخفية محذوفة تكرارات إيصالات الإيصالات شي جدا مهم أي إيصال عندك أي ورقة مكتوبة رح يفرز لك إياها وهنا مكتوبة باليد إذا أنت كاتب في رسالة باليد وناسيها رح هنا تظهر رسومات توضيحية رموز كيو آر اللي أنت ما أخذها والمحفوظة حديثا والمعروضة مؤخرا وتم تعديلها مؤخرا والمشاركة مؤخرا والمستندات جدا مهم بلا ما تقعد تبحث عندي مستندات حاطها هنا موجودة والمستورد أخيرا والخريضة أنت قلت أنا ما قدرت أوصل للشيء اللي أريده الآيفون أضاف ميزة جديدة بالتحديث iOS 18 01 وهي ميزة للبحث هذه الميزة رح تتمكنك أنه تبحث عن أي صورة فقط تكتب أشجار رح تظهر الصور اللي عليها أشجار وانت تبحث عن الصورة اللي تحتاجها بنايات وهكذا حتى لو كتبت إيصالات فرح تظهر لك الإيصالات أو صور المكتوبة باليد رح تظهر لك الصور المكتوبة باليد فميزة جدا ممتازة وطبعا لا تنسون إذا نزلنا إلى الأسفل بالأسفل رح نلقي هنا تخصيص وإعادة الترتيب إذا دخلنا هنا رح يظهر عندك التخصيص وإعادة الترتيب اقتراحات الخلفية الأيام الأخيرة حسب ما موجود لو حبيت تتعدل بها إما ما تخليها تكون موجودة فقط تلغي هذا الصفر أو هذا الصحف ولو حبيت تكون بالبداية الذكريات فرح تخليها أول وحدة ولو توهمت تعمل إعادة تعيين الآن رح ترجع على مكانها أتمنى في ديتكم بهذه المعلومات طلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس قبل ما انجز الفيديو فقط هذا الفيديو رح تركب صندوق الوصف إيقاف الإضاءة المستمرة في الآيفون 15 نفس الشيء بالآيفون 16 جدا ممتاز رح تستفادون منه قللوا الإضاءة حتى تحافظون على البطارية شاهدوا الفيديو الفيديو الرابط بصندوق الوصف مع السلام